أدانت مصر التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والعمليات العسكرية من بينهم نساء وأطفال وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية رفضها التام لأي انتهاكات لسيادة لبنان وأرادية وأكد البيان أن مصر سبق وحضرت من مخاطر استمرار العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن خطر توسعه بما يهدد بنزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة وضعت نصر القوى الدولية ومجلس الأمن لتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها